التضرع إلى الله حال البأس إن رحمة الله أقرب إلى القلب الكثير من اليد إلى الفم ينزل الله الأمراض والأسقام على الناس لعلهم يتضرعون وإليه يجأرون يقول الله تعالى عن شأن المكذبين فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فما نزل بساحة المسلمين من ابتلاءات ومحن لابد له مما يقابله من التضرع والتذلل والانكسار لله عز وجل قال ابن القيم فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه نادى نوح عليه السلام أن ينجيه الله وأهله من الكرب العظيم والتجأ إبراهيم عليه السلام إلى الله أن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى مكة واستغاث يونس عليه السلام بالله في بطن الحوت أن ينجيه من الغم وافتقر أيوب عليه السلام إلى الله أن يكشف عنه ضره وبث يعقوب عليه السلام إلى الله حزنه وشكواه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في أيام الشدة والكرب والمحنة حري بنا أن نتضرع إلى الله ونلتجئ وأن نتذلل بين يديه وننكسر فطوبى للمتبرعين